اندرياس بابلر الرئيس الثالث عشر لحزب اس بي او بعد اعادة فرز الاصوات بابلر يعيد بعدم تكرار اخطاء الحزب ويشكر خصومه النمسا تعرب عن قلقها ازاء الهجوم على سد نوفا كخوفكا المقاطعات النمساوية تقدم مكافآت لتخفيف تكاليف السكن والتدفئة الداخلية تواجه تحديات جرائم التطرف وتهريب البشر والجرائم الالكترونية ووكالة العمل في النمسا تؤكد ان ثلثي السوريين يعملون مرحبا بكم في نشرة الاخبار المفصلة على شاشة النمسا ميديا لهذا اليوم وفي خبرنا الاول بعد فوضى انتخابات حزب اس بي او تم اليوم اعادة فرز الاصوات ليتم تأكيد اندرياس بابلر رئيسا جديدا للحزب سبق ذلك استقالة مايكيلا جروبيتزا الرئيسة السابقة بسبب الاخطاء في الفرز وتم فحص العملية بدقة مع مشاركة كاتب عدل للشفافية بعد فرز ستمائة واثنين صوت اعلنت كروبيتزا النتيجة الجديدة بفوز بابلر برئاسة الحزب بثلاثمائة وسبعة عشر صوتا مقابل مئتين وثمانين صوتا لديسكوتسيل وقد تسبب هذا الخطأ في موجة عالمية من التهكم على الخطأ الذي يعد الخطأ التاريخي من نوعه في النمسا واحدًا صوت المالي rate ببحث ومرجل مقابل مقابلات وظيفا إلى تعالisa لإنهاvoice على العملية sousheim علاقة الصبراء على الملة وفي ذات السياق قبل رئيس حزب اسبو أندرياس بابلر نتيجة إعادة فحص النتائج الانتخابية ليصبح الرئيس الثالث عشر للحزب وصف الخطأ الذي ورد في فرز الأصوات بأنه واحد من أولوياته وأنه لي تكرر في المؤتمر الحزبي مرة أخرى واعتذر للجميع عن الخطأ الحاصل وشكر رد فعل منافسه البناء حاكم ولاية بورغرلاند هانس بيتر دوسكوتسيل وكان بابلر قد طلب إعادة فرز الأصوات مرة أخرى بعد الخطأ الذي تم كشفه أمس الاثنين عربت النمسا اليوم عن قلقها إزاء الهجمات المتواصلة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وطالبت بوقف هذه الهجمات فورا وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المخاطر المحتملة على سد نوفا كخوفكا في أوكرانيا بسبب الأضرار التي لحقت به وتأثيرها على تبريد محطة سباق روجيا النووية وأكدت الوكالة أنه لا يوجد خطر مباشر على سلامة المحطة حاليا والتي تراقب الأوضاع عن كثب فيما عربت النمسا عن تعاطفها مع الشعب الأوكراني في المناطق المتضررة خصصت وزارة المالية ميزانية خاصة لحكومات المقاطعات النمساوية لمواجهة تحديات تكاليف الطاقة والتدفئة التي تصاعدت وسوف تقدم المقاطعات مجموعة متنوعة من المكافآت لتخفيف الأعباء المالية على السكان يشمل ذلك الدعم لتغطية تكاليف السكن والتدفئة ومساعدات مباشرة للمتقاعدين ودعم لتكاليف الكهرباء للأسر وتختلف المكافآت وفقا للولايات الاتحادية حيث يتلقى بعض الأشخاص مبالغ أعلى من غيرهم حيث تتراوح المنح ما بين 200 إلى 400 يورو أكد وزير الداخلية النمساوي كيرهارد كارنر أن الأمن في البلاد يواجه تحديات صعبة بسبب جرائم التطرف وتهريب البشر والجرائم الإلكترونية وقال كارنر خلال حفل تخريج 188 ضابط شرطة في ولاية تيرول بأن مهام الشرطة تتطلب تدريبا شاملا ومستمرا وعرب عن الحاجة لتعزيز الإدارة الوسطى في تيرول وسالسبورغ وأشهد بالضباط الجدد على اختيارهم لهذه المهنة وأفاد أن مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر وسوء استغلال حق اللجوء سوف يتواصل وبكل قوة نشهد أن نمسا تباطئ في النمو الاقتصادي مع زيادة معدلات البطالة وخاصة بين الأجانب حيث ترتفع بنسبة 11.6% وتظهر أرقام شهر مايو مقارنة بالعام السابق ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 2.9% في حين يستمر انخفاض معدل البطالة بين النمساويين فإن الأجانب يعانون من معدلات بطالة عالية وتشير الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة بين السوريين بنسبة 37% والأفغان بنسبة 22% والشيشان بنسبة 20% نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة لا تنسوا أن تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا هيفا أمسيا سعيدة إلى اللقاء نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة